قل هذه سبيلي أدل إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع من هجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون هذا لقاء متجدد مع برنامجنا لطائف المعارف وعنوان لقاء هذا اليوم أصول الخطايا ونحن نعلم يقينا أن الإنسان ما حمل على كاهله شيئا أعظم من ذنبه لأن الذنوب أسباب الهلاك قال الله جل وعلا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا وقال قتادة رحمه الله وبلغنا أنه ما من خدشة عود ولا تعثر قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب وما يعفو الله أكثر لذلك فإن البحث في أصول الخطايا من أعظم ما يعين العبد على تجنبها والعلماء استقصوا الأدلة والعثار الثابتة في الكتاب والثابتة في السنة فوجدوا أن هناك أصولا للخطايا يمكن جمعها في ثلاث الكبر والحرص والحسد وقالوا في بيان هذا إجمال إن الكبر به عصى إبليس ربه فكان أول ذنب عصي الله جل وعلا به يوم أن امتنع إبليس عن السجود لآدم كان بسبب الكبر قال الله جل وعلا يحكي هذا الأمر قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فإبليس هنا يخبر بكبره وعلوه وأنه يترفع بعنصره على السجود لآدم كما أن الحرص بعد ذلك كان سببا في إخراج أبينا آدم من الجنة فإن إبليس جاء لآدم من هذا الأمر أو من هذه الزاوية قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ مع أن الله جل وعلا أباح لآدم الجنة كلها لكن الله جل وعلا استثنى تلك الشجرة أن يأكل منها آدم فجاء إبليس يقسم لأبينا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين قال الله فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوا فالحرص وحرص آدم عليه السلام على أن يجمع كل ما في الجنة كان سببا بقدر الله ولحكمته جل وعلا في إخراج أبينا عليه السلام من الجنة ثم تاب الله عليه وهدى كما بيّن الله ذلك صريحا في كتابه الثالث أيها المباركون الحسد والعلماء استنبطوا أن الحسد من أصول الخطايا لأنه يدفع بعد ذلك إلى الآثان القولية والفعلية وجعلوا قتل قابيل لأخي هابيل دليلا على ذلك فإن الله جل وعلا أخبر قال واتلوا عليهم نبأ أبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قال أهل العلم إن الذي أنبت الغل وأنبت الشحنى في قلب قابيل هو حسده لأخيه لما تقبل الله جل وعلا منه قربانه ولم يتقبل منه ما تقدم به من قربان وما رد الله قربانا قابيل إلا لسوء سريدة في نفسه فوقد اختار أردى ما يملك في خلاف هابيل الذي اختار أحسن ما يملك فجاءت النار فأكدت قربانها بيل ولم تأكل قربانا قابيل هذا الحديث أيها المبارك إجمالا أما إذا أردنا أن نفصل فنقول إن الكبرى هو أول أصول الخطايا وأهل العلم رحمهم الله يقسمون الكبرى إلى ثلاثة أقسام أصل هو منبته في القلب شعور الإنسان بالزهو بالترفع لكنه على ثلاثة أقسام مثالان ذكرهم الله جل وعلا في كتابه الكريم لشخصيتين تاريخيتين كفرت بالله وكان كفره ما مرده إلى الكبر كما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أثلاثة أبصرون وهذا كما قلنا أعظم أنواع الكبر وهو علم الكفر المحض وأعظم ما عصي الله جل وعلا به النوع الثاني كفر أو كبر على الرسل كبر على الرسل وهذا كان شائعا ذايعا في سائر الأمم وقد تنقلته الأمم ولو من غير أن يشعروا ويقولوا به علماء النفس إنه من قضية التفكير الجمعي هذا قد يكون مقبولا لكن حتى لو يكون هناك اتصال حضاري بين تلك الأمم فإن القرآن دل على أن تلك ذلك القول كان ديدا كثير من الأمم في ردها لرسولها قال الله جل وعلا مثلا قوم فرعون أنهم قالوا في حق موسى وهارون أن أؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ورغم أنه لا يوجد دليل على اتصال حضاري ما بين الحضارة الفرعونية القبطية القديمة وما بين الحضارة في رزيرة العرب إلا أن القرشيين في صدهم لنبينا صلى الله عليه وسلم قالوا نفس المقولة قال الله جل وعلا عنهم في الزخرف أنهم قالوا وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فهم ازدروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل لأن يستحق النبوة والرسالة فأخذوا يقولون ما يملي عليه ما تمليه عليه أفكارهم وأراءهم المنبثقة من كبر في صدورهم وأبو جل صور هذا أعظم تصوير يوم أن قال كنا وبني هاشم كفر سيرهان أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا جثونا على الركب قالوا منا نبي فإن أطعناهم كيف لنا بعد ذلك أن نلحق بهم فإن تلحظ أن القضية قضية كبر في قلوبهم والله جل وعلا قال إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببارغي الذي يعنينا من هذا كل لأن هذا هو النوع الثاني ويجتمع النوع الأول والنوع الثاني في الكبر على الله أو في الكبر على الرسول أنه كلاهما كفر محظ لا يمكن التريث أو التروي في قضية الحكم عليه بالكفر لأن الأمور إذا كانت جلية واضحة بات حقائق بينة فليس هناك مدعاه للتروي وليس هناك مدعاه لقضية أن الإنسان يتورع فالتورع في مثل هذه الأحكام غير محمود أبدا ومما يروى في هذا قبل أن ننتقل لنوع الثالث أن ياسى القاضي الشهير بذكائه عوتب ذات مرة أن فيه شيء من العجلة لكنه كان يعتمد على أمور يراها هو بغير ما يراها الناس فلما أكثر عليه اللائمون قال لمن حوله أو قال لأحد من يحظون مجلسه كم عدد أصابع يدك فقال الرجل مباشرة وهو يجيب خمس فقال له إياس على ما أجبت عاجلا لماذا لم تريف؟ قال سبحان الله من يجهل أن أصابع يده خمسة فقال إياس هنا يحتج بهذا الجواب على هذا الرجل قال فكذلك أنا ثمة أمور راضحة جلية لي لا أحتاج فيها إلى تأمر وتروي الذي يعنينا من الكبر على الله والكبر على الرسل كفر لا محالة بقي الكبر على الناس الكبر على الناس درجات قد يصل أحيانا إلى الكفر المحض وقد لا يصل وهو الغالب والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر غمط الناس بطر الحق وغمط الناس فظلم الناس وازدراعهم ومنعهم حقهم نوع من الكبر ورد الحق نوع من الكبر والله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فلو لم يكن في الكبر من آثة من عواقب وخيمة أعظم من أنه يصرف أو يصرف العبد عن آيات الله والتأمل فيها لك فبذلك عقوبة خسران نعوذ بالله من ذلك كله من طريف ما يروى في هذا المقام وهو طريف من جهة أن الحجاج قاله وغير طريف في أنها عبارات قاسية جدا تنم عن جفاء وكبر يا ذنب الله هذا الخبر مفاده أن الحجاج ابن يوسف قال قبل أن يدخل الكوفة أو بعد أن دخلها قال ثمت رجال أربعة لو أدركتهم لقتلتهم للكبر الذي في أنفسهم وقال لهذا الحجاج وهذا لهذا قلت أن هذا الموضوع من هذا الجانب طريف يقول الحجاج قيل له من أيها الأمير قال سمى الأشخاص ونحن لا علاقة لنا بالتسمية بقدر أن يهمنا هنا أن نذكر الحدث الذي من أجله بنى الحجاج وعلى أنهم متكبرون قال إن أحدهم صعد المنبر فخطب خطبة بليغة فقال له أحد الحاضرين كثر الله من أمثالك أي عجبا وفرحا وعجابا بخطبته هذا الرجل ماذا قال هذا المتكبر يا ذنب الله قال لمن قال له كثر الله من أمثالك قال عياذا بالله وناقل الكفر ليس بكافر قال لقد كلفت ربك شطط كأنه يقول محال على الله صعب على الله أن يخلق مثلي وهذا والعياذ بالله كفر كفر واضح كفر محف آخر جاءت امرأة وهو واقف على قارعة الطريق والمرأة ظلت طريقا فجاءت تسأله قبل أن تسأله هي لا تعرفه وإن كان وجيها في قوم سيدا في رهطه قالت له يا عبد الله أين طريق كذا وكذا ماذا قال لها قال ألي مثلي يقال يا عبد الله قال ألي مثلي يقال يا عبد الله فهو استكبر أن ينادى بهذا اللفظ مع أن الناس كلهم عبيد مقهورون لله من حيث الجملة والمؤمنون عباد له جل وعلا مع كونهم عبيد والله يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وحتى من يستنكف أن يكون عبد لله وعبد لله شاء أم أبا قال الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عد لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا آخر من من ذكرهم الحجاج عياذا بالله ضاعت له ناقة فأقسم بالله من جفائه وكفره وكبره لأن لم يرد الله عليه ضالته أن لا يصلي ولا يسم كأن الله محتاج إلى طاعته وعبادته فترة من الله له رد الله جل وعلا له ناقته التي ضلت ماذا قال هذا الآثم قال لقد علم ربي أن يميني كانت عزمة نياذا بالله وهذا كفر محظ وقد تعجب وعند تسمع تتهوى مما تسمع الآن لكن يا أخي إذا علمت أن النفس جبلت على الكبر وجبلت على التواضي الله يقول فألهمها فجورها وتقوها فإذا كان المرء المؤمن ملجا برجام التقوى تمنعه التقوى أن يقول ما يريده المهارك وإن خل الإنسان من التقوى ولم يبقى القلب يخشى الله ولا يخاف مقامه جل وعلا أطلق لنفسه العنان في أن يقول ويفعل ما يريد والموعد الله فعلى هذا الإنسان كيف يربي نفسه أن يعرف أنه عبد وقد لا يكون هناك داعا لأن نقول مثلا رابع لأنني أخشى في مثل هذه الأمثلة أن تضفي على القلوب قسوة ولا ينبغي لنا أن نسعى في أن نكون سببا في قسوة قلوبنا وقلوب غيرنا وكفى بتلك الأمثلة الثلاثة شاهدة هذا كله أيها المباركة أما الحرص فإن النسان ينبغي عليه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفت في روعي أن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فالإنسان إذا علم يقينا أن ما كتبه الله لو سيأتيه على ضعفه وما لم يكتبه الله له لن يناله بقوته إذا علم هذا يقين اطمأنت نفسه وقل الحرص عنده لأن الحرص أحيانا يكون مدعاة للآثام ولهذا عد الحرص أصلا من أصول الخطايا لأن الإنسان إذا كان حريصا على قضاء شهوته قد يزني وإذا كان حريصا على زيادة ثروته قد يسرق وإذا كان حريصا على زيادة نفوذه قد يضلل فهذا معنى قولهم إن الحرص أصلا من أصول الخطايا فقد أحيانا يصل بناء آذم بالله الحرص إلى أن نجمع شيئا أو نطلب شيئا من غير حله فنقع في المهالك ولهذا قال العلماء إن الحرص أصلا من أصول الخطايا وأبونا آذم كما بينا حرص على أن يأكل من الشجرة لما قال له إبليس ألا دلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ فكان ذلك سببا بعد ذلك بعد أن أكل منها في أن يفقدها بالكلية إلى حين ويخرج منها لكنه قطعا سيعود فهو نبي مكلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه نبقى في الحسد الحسد بسببه حسد إخوة يوسف أخاهم يوسف ونالهم ما نالهم حتى أقد جعلهم الله بين يدي يوسف أذلة وهم يقولون له تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين الغاية من هذا الإجمال كله أن نعلم أن الكبر والحرص والحسد وصول الخطايا أعانى من الله وإياكم على البعد عنها والنأي منها هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعانى الله على قوله صلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين